اشتركوا في القناة رئيس مجلس الرئاسة الليبي ونائبه في فرنسا لبحث مهمة الحكومة ودفعة جديدة من المرتزقة تغادر إلى تركيا مفوضية الانتخابات العراقية تلغي انتخابات الخارج بسبب عقبات فنية مالية وقانونية وأوروبا تواجه تحذيرات بموجة ثالثة من كورونا وبعد بريطانيا ألمانيا تفرض إغلاقا صارما أهلا بكم توالت ردود الفعل العربية والدولية المرحبة بالمبادرة التي أطلقتها السعودية لحل الأزمة في اليمن المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل ويربرغ أعبر للعربية عن ترحيب واشنطن بالمبادرة السعودية للحل في اليمن ودع الحوثيين للجلوس إلى طاولة الحوار وإنهاء الهجمات على الدول المجاورة المتحدة تراهب هذه المبادرة وتراهب بالتزام المملكة العربية السعودية والهكومة الجمهورية اليمنية وهي الهكومة الشرعية في اليمن في هذه المبادرة والمبادرة المهمة لوقف إطلاق النار في اليمن وفعلا حان الوقت الآن لإنهاء هذه الحرب والقرى فعلا ليس في لعب الوليد المتحدة لأننا نحن يبدو أن الوليد المتحدة والبودن المجاورة في المنطقة والبودن الأوروبية ويبدو أن المجتمع الدولي بإكمالها في صف واحد بنسبة ترحيب هذه المبادرة إذن القرى في ملاب الهوثيين والآن حان الوقت للهوثيين أن يحترم القانون الدولي وإنهاء الحجمات الصاروخية على الدول المجاورة وإنهاء القمى ضد الشعب اليمني وقال ويربرغ أن على الحوثيين السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين مؤكدا أن الحل لن يأتي بالصواريخ والهجمات على الدول المجاورة إذن على الحوثيين الآن لسمح الوصول المساعدة الإنسانية وجلوس على تاولة ليس هناك أيها الآخر ليس هناك أيها عبر الصواريخ ليس هناك أي حل عبر الحجم التصاروخية أو القمى ضد اليمنيين هناك حل عبر التصوية التفاوضية ولازم الهوثيين يحترم ذلك والوليد المتاهدة ستستمر في التنصيق وتشاور مع خلفائنا في المنطقة وأشار المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية للعربية إلى أن رفع الحوثيين عن قائمة الإرهاب الأمريكية كان فقط للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين كما أكد أنه بإمكان واشنطن فرض العقوبات واتخاذ اللازم بحق قيادات حوثية نعم إذا الهوثيين يقرأ رسالة من إلغاء التصنيف كسمح لهم للشن حجمات ضد الدول المجاورة ضد المنطقة العربية السورية هم غلطين فعلا ليس صحيح السبب الوحيد وراء إلغاء التصنيف الهوثيين كمجموعة الإرهابية الدولية لأن هذه الإدارة سمعت من الأمم المتاهدة واسمعنا من المؤسسات الخيرية ومؤسسات في تقديم المساعدة الإنسانية أن هذا التصنيف يمثل حواجز أمام وصول المساعدة الإنسانية للشعب اليمني ولدينا إمكانية لنفرض الأقوبات على الهوثيين وفرضنا الأقوبات على بعض القضاء للهوثيين منذ تقريبا ثلاث أسابيع إذن الوليد المتاهدة ستستمر الضغط وتستمر في استمال كل الوسائل وكل الآليات لدينا فأعتقد هذه بشرة خيري إن شاء الله معاقد ومشاهر رمضان نتمنى أن تتوقف في أسرع وقت الممكن فأملنا الوحيد أن يكون هناك في طاولة حوار بين جميع الأطراف السياسية بين التحالف وتكون في مصداقية من جميع الأطراف السياسية من أطراف المعنية بهذا الحرب فهذا خبر صار جدا 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 رسالتنا ورسالتي بالتحديد رسالة كل يمني في هذا الشارع أن تنتهي هذه الحرب أن تنتهي هذا الألم أن تنتهي هذه الدماء التي تراق على أرضي نحلم بالسلام نحلم بالأمن إلى كل العالم أن تعووا أن تسمعوا رسالتنا يستقبل الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مساء اليوم رئيس مجلس الرئاسة في ليبيا محمد لمنفي ونائبه موسى ألكوني وسيتحدث ماكرون ولمنفي إلى الصحفيين في ختام اللقاء الذي يأتي بعد أيام من ترحيب فرنسا بمنح البرلمان الليبي الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة وبعد صدور بيان خماسي عن الدول الكبرى يحدد الخطوط العريضة لمهمة الحكومة المؤقتة في ليبيا أذا بلا باريس ينضم إليه لمزيد من المتابع مراسل العربية حسين فيادق ميبر حسين أهلا وسهلا بك ما سر هذا الاهتمام الحالي الفرنسي في ليبيا وما الذي يحمله لمنفي والكوني إلى القيادة الفرنسية وفق المعلومات المتوافرة نعم طالب أولا اللقاء الذي سينعقد بين الرئيس مكرون وكل من رئيس مجلس الرئاسة في ليبيا ونائبه أي محمد المنفي وموسى الكوني سينعقد عند الخامسة مساء بالتوقيت المحلي كما ذكرت في مقدمة الخبر بعدها سيكون هناك إعلان صحفي مشترك يأتي هذا اللقاء تتويجا لاتصالات كثيرة أجرتها فرنسا مؤخرا مع كل أطراف النزاع الليبي ومع كل القوى الإقليمية والدولية المعنية بالنزاع في ليبيا كما يأتي بعد أيام من ترحيب فرنسي حار بما أسماه وزير الخارجية جون إيف لودريون الخطوة المهمة والتقدم الكبير الذي تمثل بتصويت البرلمان الليبي على الثقة على حكومة عبد الحميد دبيبة قال لودريون أن هذا يعتبر تقدما كبيرا وامتدادا لعملية برلين في إشارة إلى المؤتمر الدولي في برلين الذي انعقد مطلع العام الماضي هذه أول مرة قال وزير الخارجية الفرنسي يصادق فيها مجلس منتخب على حكومة شرعية هذا انفراج لم يسبق له مثيل في ليبيا منذ سنوات وأخيرا نذكر بالبيان الصادر قبل أيام عن خمس دول كبرى هي الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا ألمانيا وإيطاليا والذي حدد المهمة الأساسية لهذه الحكومة المؤقتة الانتقالية الجديدة في ليبيا كما سماها وهي أولا التطبيق الكامل لقرار وقف إطلاق النار الذي صدر في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي وثانيا الشروع في مصالحة وطنية وثالثا تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي ورابعا تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر المقبل وخامسا ضمان نقل السلطة إلى القادة المنتخبين ديمقراطيا تلك هي المهمات الأساسية لهذه السلطة المؤقتة طب حسين كما تعرف العلاقة الفرنسية مع ليبيا في الماضي يعني في السنوات القليلة الماضية شبتها الكثير من التذبدبات الآن هل الفرنسيون أقرب إلى المنفي من غيره من القيادات الليبية الحالية وهل يرون فيه حليفة لفرنسا أم الأمور غير واضحة في الواقع يعني الأقرب ليبيا إلى فرنسا كان خليفة حفتر تعرف الدعم الذي قدمته له فرنسا منذ عدة سنوات حاليا يحاول الفرنسيون أعطاء الانطباع بأنهم يقفون على مسافة واحدة من كل الأطراف في ليبيا تعرف أن فرنسا معنية جدا بما يحصل في ليبيا أولا لأن هناك مصالح نفطية لها ولغيرها من القوى الغربية مصالح تتناقض أحيانا مع إيطاليا مثلا قوة المستعمرة سابقا لليبيا وفرنسا ترفض أيضا تحول ليبيا إلى بؤرة للإرهاب من ليبيا كان يتوجه إرهابيون كما تقول فرنسا إلى الساحل الإفريقي وهذا ما دفع فرنسا إلى أطلاق عملية عسكرية واسعة تسمى بعملية بركان منذ العام 2014 فرنسا لا تريد أن تتحول ليبيا إلى تقاطع مخاطر وتهريب لاجئين من ليبيا إلى أوروبا إلى إيطاليا تحديدا وصولا إلى فرنسا وأخيرا فرنسا تذكر بأن تنظيم القاعدة في بلاد البغرب الإسلامي كان سيطر على عدة مناطق في ليبيا من بينها بنغازي حيث اغتيل السفير الأمريكي كريس ستيفن عام 2012 كما أن تنظيم داعش سيطر على بعض مصادر الثروة النفطية في السنوات الماضية وتمكن من قتل عدد من الأبرياء من المدنيين وأخيرا تذكر فرنسا بأن هجمات حصلت في تونس وبريطانيا كان قام بها مسلحون انطلقوا من ليبيا أو خطط لها في ليبيا لكل هذه الأسباب مجتمعة تهتم فرنسا بما هو حاصل في ليبيا وأخيرا فرنسا كانت البلد الذي شهد إطلاق العملية العسكرية التي أنهت حكم القذافي عام 2011 من خلال مؤتمر باريس الشهير الدولي حول ليبيا طالب من باريس مراسل عربي أحسن فيادق نايبر شكرا جزيلا لك أحسن على كل هذه المعلومات غادرت دفعة جديدة من المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا غادرت ليبيا بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان تنتمي هذه الدفعة إلى الفصيل السوري المعروف باسم السلطان مراد والموالي لتركيا وقال المرصد إن وضع المرتزقة السوريين في ليبيا مزر للغاية وسط عجز تركي عن تسديد رواتبهم التي وعدوا بها وتأتي عودة المرتزقة في إطار تفاهم إقليمي على البدء في إنهاء وجود المرتزقة الأجانب داخل الأراضي الليبية المرصد السوري كان قد ذكر سابقا أنه ما يزال في ليبيا أكثر من 6750 مرتزقا سوريا هذا وتشير الإحصائيات التي نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن المخابرات التركية جندت الألاف من المقاتلين السوريين وأرسلتهم إلى ليبيا حيث وصل العدد التقريبي لعدد المرتزقة السوريين في ليبيا إلى نحو 18 ألف مقاتل ومن بين المقاتلين 350 طفلا دون سنة الثمينة عشر وقد عاد إلى سوريا أكثر من عشرة ألاف مرتزق بحسب الأحصائيات هذا وعملت اللجنة العسكرية المعروفة بخمسة زائد خمسة على حصر كل المرتزق الأجانب في مناطق معينة تمهيدا لإخراجهم من ليبيا معي من كوفنتري في بريطانيا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن استزرامي أهلا وسهلا بك أولا هذه الدفعة التي غادرت الأراضي الليبية تعود إلى تركيا أم لا تعيد تركيا تموضع هذه الدفعة في إدلب السورية يعني يعودون إلى الأراضي التركية أم لا إلى سوريا إلى إدلب لا هم عادوا نعم مسألة غيرهم عادوا إلى مناطق الاحتلال التركي في عفرين فصيل السلطان مراد عبروا قبل يومين ودخلوا الأراضي السورية لكن مع عودة هذه الدفعة كان أبو عمشا ما يعرف بفصيل سليمان شاه يعني سليمان شاه سلطان مراد كلها أسماء تركيا هو جند المزيد من المقاتلين وأرسلهم إلى داخل الأراضي التركية إلى أين سيذهبون لا نعلم ولكن دعا نتحدث عن 120 العائدين الرواتب التي كانت سابقا 2000 دولار التي هناك مجموعات منها لم يحصل عليها المجموعة الجديدة التي غادرت الأراضي السورية باتجاه تركيا ورواتمهم 500 دولار ويوم أمس كنت على حديث مع أحد المرتزق العائدين قلت له دعنا نسجل معك ما جرى وما شهد في ليبيا قال لدي راتب لم أسترمه بمجرد استنام الراتب سوف أتحدث عن كل شيء يعني حتى هم يقشون على قضية الرواتب المتبقية وقال بأن الأوضاع بالفعل جد مزرية لهؤلاء المرتزقة لأتفضل استاذ رامي هل مغادرة هذه الدفعة من المرتزقة السوريين الأراضي الليبية تأتي استجابة تركية للضغوط الدولية ولمخرجات اتفاق الحوار الليبي بإخراج المرتزقة أم لا؟ هذه المغادرة هي لاعتبارات تركية تقنية محض لا أكثر ولا أقل تماما لذلك نحن ربطنا بين مغادرة هذه الدفعة وخروج دفعة من جماعة أبو عمشة باتجاه الأراضي التركية هل هي مناورة تركية؟ هل تركية تحاول القول بأنها بدأت بسحب المرتزقة من خلال عدد هذه المجموعة؟ إلى الآن عدد هذه المجموعة لماذا لم تعد المجموعات الأخرى؟ وهناك أيضا الذي عاد مع هذه المجموعة قال بأنه قد تبقى مجموعة في الأراضي الليبية من أجل حماية القواعد التركية أي أن تركيا قد يكون لديها تموح بإبقاء قواعدها في تركيا ولكن دعني أقول لك لا يزال أكثر من 6500 مرتزق بالحملات الجنسية السورية لا يزالون داخل الأراضي الليبية وبعضهم يبحث عن عودة ليس إلى سوريا عن خروج بالليبيا باتجاه أوروبا باتجاه إيطاليا عبر سبل تهريب قد توفر لهم الحكومة التركية عبر أي طرق لا نعلم ولكن في النهاية حتى اللحظة 120 من فصيل السلطان مراد المرتزقة التي عادوا إلى سوريا طيب السيد رامي أنت وفق متابعاتك والمعلومات التي تصلك تركيا تقول أنها أيدت الاتفاق السياسي في ليبيا وهنا السؤال هل فعلا يجب تصديق أن تركيا تؤمن فعلا الآن ومقتنعة بإخراج مرتزقتها وقواتها من ليبيا أم لا؟ الأمر حملت أوجه خلال التجربة نحن لا نسق أنا بشكل شخصي لا أسق بكلام الحكومة التركية لأن التجارب كبيرة في سوريا أعتقد بأن الواضح الآن بأن تركيا الآن تناور ولكن إلى مدى تستطيع المناورة لا أعلم لكن دعني أعقب على ضيفك بفرنسا فرنسا كان لها الدور الأساسي بالوقوف في وجهة تركيا بقضية مرتزقة ونحن عندما فضحنا تبنت الحكومة الفرنسية والرئاسة الفرنسية ما قاله المنصد وعلى أساسه واجهة الحكومة التركية وهذا ما قاله مرسلنا أحسن فيادق نايبر من كوفنتري في بريطانيا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانسي ستولنبرغ إن الحلف تمكن من تخفيف الخلافات بين تركيا واليونان شرق المتوسط ودع الجانبين لحل خلافاتهما تحت مظلات الحلف تمكننا من إنشاء آلية لتخفيف التوتر بين اليونان وتركيا هنا في الناتو لتقليل المخاطر في شرق بحر إيجا ورأينا أن وجود الناتو البحري العسكري في هذا البحر إضافة لوجود الاتحاد الأوروبي يساعد في الحل أعتقد أن ما يتعين علينا القيام به هو قبول أن لدينا مخاوف وخلافات جدية ثم استخدام الناتو كأداة لمحاولة إيجاد طرق لحلها وتقليل التوترات أذهب إلى بروكس اللي مزيد من المتابعة على هذا الموضوع ينضم إليه من هناك من رأس العربية نور الدين لفريد نور أهلا وسهلا بك يانسي ستولنبرج يتحدث ويقول تمكن الحلف من تخفيف التوتر وتهدئة الكثير من المشاكل بين اليونان وتركيا عن أي تخفيف عن أي مشاكل يتحدث أنه تم تهدئتها هل من معلومات يانس ستولنبرج تحدث بشكل خاص عن المشاكل التي شهدتها المنطقة في أشهر الربيع والصيف الماضي عندما كانت هناك حوادث بين في مرة بين سفينة عسكرية تركية وأخرى يونانية عن احتكاك الطائرات أو اقتراب بعضها من بعض وتوصل حلف شمال الأطلسي من خلال سلسلة من الجلسات بين التقنيين وبين العسكريين من أجل وضع نوع من التفاهمات التي تنظم حركة الطيران العسكري وتحرك المقاتلات والسفن البحرية من الجانبين دون وتفادي الاحتكاك بينهما هذا ما توصل إليه حلف شمال الأطلسي لكن التخفيف التوتر ليس في هذه النقطة بالذات وإنما في انسحاب القوات أو السفن التنقيب التركية من مياه قبرص واليونان وهذه مسألة تعود بالأساس إلى العلاقة أو الوساطة التي تولتها ألمانيا والاتحاد ككل بين اليونان وتركيا لكن أمين عام حلف شمال الأطلسي لم يخفي الخلافات مع تركيا فيما يتعلق به نظمة صوريخ S400 الروسية وكذلك القضايا الأخرى المتعلقة بالمسائل الأقليمية ولكن بالذات مسألة أنظمة سوريخ S400 مثلا أنتوني بلينكن قال في نفس الجلسة مع يانس تولتنبيري من أن تركيا حليف ثمين لكن تشقنا هنا هنا السؤال نور هنا السؤال لأنه لطالما كان يقال أنه في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب كان موقف حلف شمال الأطلسي أقرب أو يهادن الموقف التركي وأن الحال مع إدارة بايدن ستتغير ستكون أقرب إلى الموقف اليوناني مع العلم أن اليونان وتركيا هما عضوان في حلف شمال الأطلس ليس هناك من أي شك في أن إدارة الرئيس بايدن مثل ما أكد أنتوني بلينكين ترى مشكلة حل شرق المتوسط مثل ما يراها الاتحاد الأوروبي وبالتالي هناك مساء تتعلق بالقانون الدولي ويطلب من تركيا سواء كان من جانب الإدارة الأمريكية أو من جانب الاتحاد الأوروبي مثل ما ورد في تقنية جوزيب بوريل يوم أمس يطلب من تركيا بإلحاح أن تلجأ وأن تقبل بحل هذه الخلفات في شرق المتوسط استنادا إلى مقتضيات القانون الدولي وبالتالي في هذه المرحلة ومن هذه الزاوية هنا الموقف يبدو متوازنا فيما يتعلق به قضية شرق المتوسط ثم طاهر نتحدث عن وضع أيضا في الميدان السفن التركية عمليا انسحبت من مياه قبرص ومن مياه اليونان إذن هناك تخفيف للتوتر أو التوتر قد انخفض المسألة بالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة للاتحاد الأوروبي أن يكون هذا الخفض للتوتر مستداما بينما قضية السوريخ الروسية هذه الأسألة طيب نور نور هن نلاحظ خفض في التوتر ولكن هناك توتر متصاعد كبير بين الأوروبيين وروسيا وتعرف الاتحاد الأوروبي كان عنده جلسات وفي فرض عقوبات هل فعلا وصلت الأمور بين الاتحاد الأوروبي والروس إلى نقطة اللعودة إلى نقطة الانهيار وهل هذا التوتر فعلا يجب عطفه على التوتر بين واشنطن وموسكو يعني من ضغط على زر التفجير في العلاقة الأوروبية الروسية هم الأمريكيون لا أكثر ولا أقل يعني الجانبين لم يصل طالب إلى القطيعة لأن روسيا دولة عظمى وحاضرة في كل القضايا الساخنة كافة المطروحة في جوار الاتحاد الأوروبي سواء كان منها ليبيا أو شرق المتوسط أو شمال سوريا أو القوقاز ولكن بالأساس شمال سوريا شرق المتوسط ليبيا ودولة حاضرة وفاعلة في مجلس الأمن بالتالي من مصلحة الاتحاد الأوروبي من مصلحة الدول الكبرى مثل فرنسا وألمانيا مثل ما يقول دبلوماسونة هنا في بروكسل من مصلحة الدول الأوروبية الحفاظ على قدر من الحوار للتعاون مع روسيا في هذه الأزمات قلت العلاقة لم تصل إلى القطيعة لأن جوزيب بوريل قال يوم أمس وهي مرة أخرى يقول ذلك من أن روسيا اختارت المواجهة مع الاتحاد الأوروبي وبإجاز بالنسبة لجوزيب بوريل وقالها مسؤولون عديدون الروسيا لا تريد التعاون مع الاتحاد كاتحاد تفضل عنه التعاون مع دول تميل إليها مثل المجر وبعض الحكومات اليمينية في شرق أوروبا تعتمد اليمين المتطرف لاختراق المجتمعات الأوروبية تريد هز أسس الاتحاد الأوروبي كاتحاد لأن روسيا بالأساس تبتعد أكثر فأكثر عن القيم الغربية تفضل من بروكسل المراسل العربية نور الدين الفريدي شكرا جزيلا لك نور على كل هذه المعلومة نشرة الخامسة مستمرة فيها أيضا أزمة لبنان الاقتصادية تترجم صعوبة في حصول العائلات على المواد الغذائية أهلا بكم جديد ألغت مفوضية الانتخابات العليا في العراق انتخابات العراقيين المقيمين خارج البلاد وقالت المفوضية في بيان لها أنها واجهت العديد من العقبات الفنية المالية والقانونية والتي كان من شأنها إلغاء الانتخابات في الخارج وأبرز تلك المعوقات هو تحديث البطاقة البيومترية التي يحق من خلالها للعراقي الإدلاء بصوته ويذكر أن الانتخابات المبكرة في العراق حدد موعدها في أكتوبر المقبل معي من بغداد مراسل العربية ماجد حميد ماجد أهلا وسهلا بك كيف ينظر إلى إلغاء المفوضية انتخابات الخارج هل أيدت جميع الأحزاب العراقية هذا القرار أم لا بعض الأحزاب الكبرى لديها رأي آخر نعم حتى الساعة لم يصدر أي بيان رسمي من قبل البرلمان العراقي المعني في تعديل قانون الانتخابات لكن مفوضية الانتخابات على ما يبدو قد استشارت عدد من الكتل السياسية وأطلعتها على المعوقات اللوجستية والمالية وكذلك الصحية في عملية الإجراء الانتخابات في الخارج هناك بعض الكتل هي أصلا كانت تتحدث بأن الانتخابات الماضية شابه التزوير بسبب عملية الانتخاب في الخارج مفوضية الانتخابات من خلال البيان الذي أشرت له عددت النقاط التي من خلالها ذهبت إلى هذا القرار وأيضا تحدثت مع الأمم المتحدة الجهة المأنية في عملية مراقبة الانتخابات العراقية في القرار الذي ذهبت إليه هنا الشارع العراق انقسم بين مؤيد لقرار المفوضية وبين رافض لأن الأعداد التي يسمح لها بالمشاركة في التصويت الخارجي يقدر بمليون عراقي مسموح لهم بالمشاركة في الانتخابات في الشهر العشر من هذا العام مفوضية الانتخابات اعتبرت بأن هذا قرار نهائي ولا يمكن الرجوع إلى الرجوع عنه مرة ثانية طيب ولكن هل فعلا وفق ما يقوله سواء المحللون في العراق أو بعض الأحزاب أن العقبات هي عقبات فنية تقنية لوجستية أم لا البعض يرى أن في هذه الخطوة بعض السياسة يعني إلغاء انتخابات الخارج أنه فمت معطى سياسي هنا ماجد نعم هناك محورين المحور الأول بأنه قانون الانتخابات شرعاء في فترة لم يسمح لمفوضية الانتخابات بإرسال طواقم تابعة للمفوضية لعملية التحديد خاصة بأن قانون الانتخابات أنص أن تكون الانتخابات عبر البطاقة البنومترية وهذه نقطة مهمة لذلك لا يمكن لمفوضية الانتخابات من ناحية العمليات هي أن تقوم بعملية التحديد الكامل وهذه نقطة مهمة أما الشق الثاني فهناك بعض الكتل السياسية بالفعل ترى بأن هناك جهات استفادت من عمليات التصويت الخارج في الانتخابات الماضية وكانت هناك عمليات تزوير من خلالها تم إلغاء عدد من الصناديق خاصة بأن الجالية العراقية تتواجد في كثافة في تركيا وكذلك الأردن لذلك تم إلغاء عملية التصويت الخارجي ربما بعض الكتل السياسية ستذهب إلى الطعن لدى مجلس النواب العراقي الذي ربما يكون لديه موقف بإصدار فقرة أو إضافة فقرة لقانون الانتخابات يسمح للتصويت من خلال الانتخابات الخارجية ربما من خلال البطاقات الثبوتية وليس البطاقة البيومترية جيد من بغداد مراسل عربية ماجد حميد شكرا لك ماجد على كل هذه المعلومات يتوجه الناخبون الإسرائيليون اليوم إلى مراكز الاقتراع للمرة الرابعة خلال عامين حيث تتنافس تسعة وثلاثون أو تسع وثلاثون قائمة على مائة وعشرين مقعدا في الكنيسة الإسرائيلي ويبلغ عدد المقترعين في إسرائيل نحو ستة ملايين ونصف المليون شخص من بينهم نحو تسعمائة ألف فلسطيني ممن يسكنون داخل الخط الأخضر وينص القانون الإسرائيلي على إجراء الانتخابات التشريعية مرة كل أربع سنوات إلا أن الأزمة السياسية دفعت إلى حل الحكومة والكنيسة والتوجه إلى انتخابات جديدة من شأنها تحديد مصير رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو وإلى زياد حلبي الذي يتابع هذا اليوم الانتخابي في إسرائيل هو ينضم إليه من مدينة الناصرة زياد أهلا وسهلا بك كيف بدأ لك المشهد الانتخابي اليوم وهل العنوان الحقيقي لهذه الانتخابات هو تحديد المستقبل السياسي لنتنياهو وكذلك المستقبل القضائي كونه يواجه عدد من الدعوات القضائية هذا صحيح الأمران مرتبطان ببعضهم البعض من حيث المبدأ هذه الانتخابات في الأساسية لنوع من الاستفتاء على بن يمين نتنياهو هل يستمر أم ينتهي عهد نتنياهو في هذه الانتخابات حتى الساعة عمليا نسبة التصويت كانت عند الثانية ظهرا أقل من 35% نقترب الآن ربما من 40% ولكن قياسا بالانتخابات الماضية والتي سبقتها هي أقل بمعنى هناك تراجع في إقبال الإسرائيليين في هذه الساعات وعلينا أن نشير إلى أن الانتخابات تشهد تكثيفا للتصويت في ساعات العصر والمساء بدون أدنى شك اسم اللعبة طالب في هذه الانتخابات هي الأحزاب الصغيرة وليس بالضرورة أن يكون والأحزاب الكبيرة بمعنى هناك أربعة أحزاب تقاتل على الدخول إلى الكنيسة بأربعة مقاعد كل حزب لأن نسبة الحسم هي أربعة مقاعد كحد أدنى حزبان في الوسط اليسار حزب عربي وحزب رابع وحزب يميني متطرف أي حزب لا يدخل إلى الكنيسة قد يقلب المعادلة تماما من حيث موازين القوة نيتنياهو يتقدم في استطلاعات الرأي على منافسيه ولكن باعتقادي عند العاشرة ليلاً الثامنة بتوقيت جرينيتش هذه الليلة لن نعرف هوية من سيكون رئيس الوزراء زياد ولكن هل ستعيد الأمور سيرتها الأولى يعني الانتخابات الماضية ونتائجها غير الحاسمة والخلاف بين بني جانس وبني مناتنياهو هل ستكون هذه النتائج حاسمة هذه المرة تحسم اسم رئيس وزراء إسرائيل المقبل أم لا سنعود إلى المربع الأول من التأزم لا أعتقد بأنها ستحسم بسهولة بمعنى نفس موازين القوة ما تزال قائمة تقريباً تعادل بستين مقعد لكل طرف في الكتلتين في هذه المرحلة بهذا المعنى سنكون أمام سيناريو مشابه لا يستبعد أن تفضي الانتخابات الرابعة إلى انتخابات خامسة السؤال المحوري سيكون بالنسبة للإسرائيليين هو بني مناتنياهو هل سيكون قادراً على إدارة الأمور والمثول أمام المحاكمة ثلاث مرات أسبوعياً هذا هو السؤال المحوري بعد هذه الانتخابات لكن بدون أن نشك نتنياهو أثبت بأن لديه قدرة على المناورة وعلى استقطاب قوى اليمين أكثر من غيره مشكلة الإسرائيليين في هذه الانتخابات لا بديل جدي لنيتنياهو من بين الخصوم زياد سؤال أخير في عجالة أنت تتحدث إنا من الناصرة الصوت العربي داخل الخط الأخضر إلى من سيصب اللوائح العربية هل هي متفقة أم لا مشتتة هذه المرة هي متفقة جزئياً دعنا نقول ثلاثة أحزاب تتنافس في إطار القائمة المشتركة مجتمعة وحزب رابع هو القائمة العربية الموحدة يخذ الانتخابات مستقلاً بعد خلاف على كيفية التعامل مع المؤسسة الحاكمة في إسرائيل بمعنى من يحكم إسرائيل هل بالضرورة ضد أو مع نتنياهو وما إلى ذلك هذا يعني بأن هذه القوى سيتراجع حضوضها التمثيلية هذه المرة كانت 15 نائباً وهو إنجاز تاريخي للكتلة العربية حالياً ممكن أن تكون القائمة المشتركة ثمانية إلى تسعة مقاعد نعم وأربعة للحزب القائمة العربية الموحدة جيد من الناصرة مراسل العربية زياد حلبي شكراً جزيلاً لك زياد على هذه المشاركة بث أعلاميون تابعونا للإخوان في تركيا فيديوهات كشفت نيتهم الرحيل ومغادرة الأراضي التركية بعد التعليمات التركية لفضائياتهم بوقف انتقادات مصر إذا كنت نهب أعيب على تركيا أرض الله سعى معلم لسه في بلاد برضو تأوينا إذن لا يزال القلق واضحاً على إعلامي الإخوان في تركيا بعد الكشف عن التعليمات التركية لفضائيات الإخوان التي تبث من إسطنبول بوقف انتقادها لمصر وتخفيف حدة الخطاب الإعلامي ومنع التحريض فبين الشكر والتلويح بالمغادرة لا يزال إعلامي الجماعة يكثفون خطاباتهم عبر منصاتهم الإعلامية وبحسب ما يشيرون إليه إن لم تتمكن تركيا بعد سبع سنوات من إيوائهم واحتضان قنواتهم من الاستمرار في تلك الخطأ فهناك بلدان أخرى قادرة على ذلك معلنين استعدادهم للمغادرة ليس تهديداً بحسب هؤلاء الإعلاميين ولكن محاولة للتخفيف من الضغوط على تركيا مجرد ما نشعر يكون عندنا شعور أن تركيا هذا حمل عليها في هذا التوقيت يجب أن نحمل عصانا ونرحل من وجهة نظر أولئك الإعلاميين المنتمين لقنوات تخدم أجندة الإخوان فإن رسائلهم أو أهدافهم لا تقتصر على البث من دخل الأراضي التركية ما يعني أن أبواق الإخوان لن تصمت وستستمر في البحث عن منصات أو نقاط انطلاق جديدة مع معتز يطلع من إنجلترا يطلع من إفريقيا يطلع من برازيل يطلع من قناة الشرق أو قناة الغرب جماعة الإخوان عبر أذرعها الإعلامية في تركيا وبعدما تواجهه من ضغوط لوقف ممارساتها تواصل عقد اجتماعات مكثفة لبحث الخطوات القادمة لمواجهة تلك التطورات وعن حيثيات تحركات خلية الأزمة الإخوانية المقيمة في تركيا كشفت مصادر للعربية أن الإخوان اتفقوا على عدة سيناريوهات يقضي السيناريو الأول بالانتظار لحين اتضاح الموقف النهائي والخطوات التي ستتخذها تركيا مع الالتزام بتنفيذ التهديئة والمهادنة في فضائيات الجماعة ومنع إحراج أنقرة ووقف أي انتقادات لمصر فيما يقضي السيناريو الثاني وهو الذي بدأت الجماعة خطوات جدية وفعلية في تنفيذه بتوفير ملاذات سريعة وآمنة للعناصر التي قد تخرج من تركيا وتوفير منصات إعلامية بديلة لاستيعاب العاملين في فضائيات إسطنبول وهو ما استقر الرأي على توفيره في بريطانيا والتي بالفعل غادرت أربع أسر أخوانية كاملة إليها مؤخرا روان حمزة العربية في تركيا أيضا قال مهر أونال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري تعديلا وزريا وجاءت تصريحة أونال وسط أزمة في أسواق المال بعد أن عزل أردوغان محافظة البنك المركزي يوم السبت بعد يومين من رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم شدد بيان الخارجية الإثيوبية على أن المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة ستوفر حلولا مربحة لجميع الأطراف وذلك في رفض ضمي لاقتراح الخرطوم وساطة رباعية أيدتها القاهرة هذا فيما أشار رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى أن بلاده لا ترغب في الإضرار بمصالح مصر والسودان المائية وأشار في كلمة أمام البرلمان إلى أن سد النهضة مشكلة كبيرة ماليا سياسيا وديبلوماسيا تواجه إثيوبيا ووصف الخلافة مع السودان بأنه ملف شائك على الحدود لكن يمكن حله بالتفاوض دون الدخول في حرب كما قرأ بأحمد بوجود قوات أريترية في إقليم تيجريا الذي شهد نزاعا مع القوات الحكومية وقال إنها دخلت وستغادر فور سيطرة الجيش الأثيوبي على الحدود وخبر عاجل الآن ترونه على الشاشة رئيس الوزراء الأثيوبي يعترف للمرة الأولى بارتكاف فضائع في إقليم تيجريا خبر عاجل الآن رئيس الوزراء الأثيوبيا يعترف للمرة الأولى بارتكاف فضائع في إقليم تيجريا يعيش لبنان تداعيات أزمة اقتصادية كبرى استنزفت كل من يعيش على أراضيه حيث فقدت الليرة نحو 90% من قيمتها إذ باتت دولار الواحد يعادل نحو 15 ألف ليرة في السوق السوداء وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة فإن 55% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر بينما ما نسبته 23% يعيشون في فقر مدقع وحتى أواخر العام 2020 بلغ معدل التضخم السنوي نحو 146% بحسب الإحصائيات الرسمية وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الدين العام في لبنان وصل إلى أكثر من 95 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل أكثر من 171% من الناتج الإجمالي المحلي وقد انخفض احتياطي العملات الأجنبية في المصرف المركزي إلى نحو 17 مليار دولار ونصف المليار هذا ويعاني لبنانيون من أزمة في الحصول على المواد الغذائية وفقدان للمواد المدعومة في المحلات والأسواق ترجمة نانسي قنقر نشرة الخامسة مستمرة فيها أيضا دونالد ترامب يشيد بموقع تويتر ويقول إنه قدم له معروفا أهلا بكم جديد دخلت ألمانيا موجة جديدة من تفشي النسخ المتحورة لفيروس كورونا بحسب ما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وحذرت ميركل من مخاطر المرحلة الجديدة لتفشي وباء كورونا في البلاد وأشارت إلى أن السلطات ستفرد إغلاقا عاما وصارما فيه جميع أنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفصح من الأول وحتى الخامس من إبريل المقبل وأشارت السلطات إلى أن الإغلاق سيشمل المتاجر وإلغاء الاحتفالات ومنع تناول الطعام في الهواء الطلق وسيسمح فقط بفتح محال بيع المواد الغذائية في اليوم الثالث من إبريل من أجل تفادي تزايد الإصابات أذهب إلى برلين تنضم إلي من هناك مراسلة العربية راغدة بهنام التي تتابع هذه الأوضاع عن كثب راغدة هل نحن فعلا أمام موجة ثالثة من تفشي ما يسمى النسخ المتحورة من فيروس كورونا وآخر الأرقام المسجلة هل تبدو لك الأرقام مرعبة إن صح التعبير أهلا طالب نحن في الواقع في وسط هذه الموجة الثالثة التي بدأت ربما منذ كرابة ثلاثة أسابيع إلى الآن أنجلا ماركل يوم أمس بتبريرها إضافة هذه الأيام أو تمديد العمل بالأغلاق التام وحتى تشديده أكثر في عطلة أيام عيد الفصح كانت تقول بأننا الآن نحن الفيروس الوحيد المنتشر هنا هو الفيروس المتحور الآتي من بريطانيا هو بات المسيطر وقالت أيضا بأن هذا الفيروس المتحور هو أقوى ويؤدي إلى أعداد وفيات أكبر وقالت بأنه يصيب الشباب أيضا أكثر وهذا ما يعني بأنه يدخلون المستشفى بأعداد كبيرة ويعني الإنقاذ مستشفياتنا وأبقاء الوضع الصحي قابل على استقبال المرضى يجب أن نعود للتشديد يعني هذا كان خبر مؤسف ومحزن جدا للسكان هنا لأنه هذه القمة كان من المفترض أن تناقش عملية إعادة الفتح في آخر كمة قبل بضعة أسابيع كان هناك خطة لإعادة الفتح وكان من المفترض أنه في عطلة إيد الفصح بعد أسبوعين أن يكون هناك سماح للعائلات بأن تجتمع وأن يكون هناك تخفيف بعض الإجراءات من الأغلاق بس راغدة معنا المشاهد بهمه يعرف بس لو سمحت راغدة يعني ما الذي حدث طب ما ألمانيا من أوائل الدول التي بدأت عمليات التلقيح وهي من الدول المتقدمة جدا يعني عم نحكي عن دول عالم أول مع ذلك تبدو أنها تعاني شيء ستراجلينج يعني شو اللي حدث صراحة طالب هناك يعني الآن لديهم صيد بأنهم يعني يمكنهم أن يقوموا بالأمور بالكثير من الأمور بشكل بشكل سريع وفعال ولكن الواقع هو مختلف تماما جدا لأن عمليات التلقيح هنا في ألمانيا من أبطأ الدول يعني التي تعطي اللقاحات لسكانها نحن بدأنا عمليات التلقيح في نهاية ديسمبر الآن نحن في نهاية مارس وما زالت العمليات التلقيح في المرحلة الأولى ما يعني أن التلقيح ما زال يقدم لمن هم فوق الثمانين وأيضا للتواقم الطبية وما إلى ذلك لم نبدأ بعد بالمرحلة الثانية لذلك عملية التلقيح تسير بفوضى كبيرة لا يساعد بأنه ليست هناك يعني عدد لقاحات كافية أو عدد جرعات لقاحات كافية لا يساعد أيضا كل هذه الفوضى التي حصلت يعني في ما يتعلق بلقاح أسرزانيكا توقيفه ومن ثم السماح بإعادة أعطائه هذا أدى إلى فقدان الثقة التامة بهذا اللقاح من قبل السكان لذلك من يقدم إليهم الآن هذا اللقاح الكثير منهم يترددون لا يذهبون إلى المواعيد أو يلقونها لذلك هناك فوضى كبيرة هناك أيضا لا يساعد بأنه كل قرار يجب أن يتخذونها للترقية أو لإعادة فرض غلاط يجب أن يتخذ على صعيد كل الولايات يجب أن يكون هناك اجتماع يطول 12 ساعة بين ماركل و 16 رئيس ولاية لذلك ألمانيا لا تعمل بالفعالية التي يصيدها ويقودها من برلين مراسية العربية راغدة بهنام شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات على كلنا التحذيرات من الإغلاق لم تقتصر على ألمانيا فقط بل شملت عدة دول أخرى حيث أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريش جونسون عن مخاوفه من دخول البلاد في موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا وجاءت هذه التحذيرات بالتزامن مع تصريحات لخبراء الأوبئة في بريطانيا عن استمرار فرض الإجراءات الاحترازية كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات لأشهر طويلة وفي فرنسا صرح علماء الأوبئة بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المرتفع مستمر لفترة وحذر الأطباء في فرنسا من رفع سقف الإجراءات الوقائية في ظل استمرار تفشي الفيروس وإلى إيطاليا تستمر الإصابات بالارتفاع وسط تحذيرات من إجراءات وقائية أشد صرامة ينضم إليه من باريس الدكتور أنتواني جديد استشاري أمراض القلب في مستشفى جورج بومبيدو في باريس دكتور جديد أهلا وسهلا بك من حيث انتهيت مع مراسلتنا في برلين راغدة بهنام طيب أوروبا معظم الدول الأوروبية دول العالم أول يعني دول متطورة مع ذلك ماذا تبدو أوروبا تعاني يعني شيء ستراجلينج شو اللي حدث أو بالإنجليزية بيقولوا what went wrong ليش ليش من بينك أنه واقف عند الأمور إيساد أوقاتكم هذا كان متوقعا ما يحدث اليوم لأنه عم نكتشف يوما بعد يوم صلالات متحورة جديدة من الفيروس ومن المحتمل أنه اللقاحات اللي عم تستعمل لحتيت اليوم من فعالة ضد هذه السلالات المتحورة اللي هي سريعة الانتشار وتصيب أعداد كبيرة من السكان فكان من الضروري فرض الحظر والإغلاق اللي عم بيصير بكافة الدول الأوروبية طيب هل نحن أمام موجة ثالثة فعلا يعني في تحذير من موجة ثالثة طيب أنجلا ميركل بتقول نحن وسط الموجة الثالثة بوريس جونسون عن بيقول قد نشهد موجة ثالثة فعليا الأرقام مرعبة الأوضاع خطيرة أم لا هذه التحذيرات استباقية دكتور أنتوان لا فعليا الأرقام خطيرة ومخيفة يعني هنا في فرنسا تخطينا الخمسة ألاف مريض في غرف العناية الفائقة يلي هي العدد تقريبا تسعين بالمئة من الأسرة في العناية الفائقة أكيد منذكر أنه بالسنة الماضية وصلنا إلى 11 ألف ولكن هونيكي زدنا أسرة سكرنا غرف العمليات يعني هيدا عم بتكون عملية استباقية يعني نحن نشهد تكاثر قوي بعدد الإصابات وبعدد الدخول إلى غرف العناية الفائقة من هنا الدول تحذر لحتى ما نوصل لوقت ما نعود قدرين ما نعود قدر المستشفيات أن تستقبل كافة المرضى وتعطيهم الاهتمام اللازم طب بس دكتور أنتوان كان يفهم هذا الكلام لو كان منذ سنة ولكن هذه الدول لديها إمكانات هائلة بدأت في عمليات التلقيح بعض هذه الدول كانت من أوائل الدول التي أنتجت اللقاحات ووزعته مع ذلك نشاهد هذه الصورة المخيفة طبعا هول الجائحة ما فيها دولة وحدة ولا العالم قادر أنه يقاوم هالجائحة وتفشي هذا الفيروس لأنه حتى من سنة لليوم بفرنسا يعني هناك انتقادات للسلطات السياسية أنه ما تجهزت بطريقة كافية لاستيعاب كافة المرضى ولكن التجهيزات منا سهلة يعني ما فينا بس نزيد عدد الأسرة ما كل سرير بده طبيب وبده مسعفين يعني ممرضين وممرضات وإذا بدنا نزيد على الأليل خمسة آلاف سرير في العناية الفائقة نحن بحاجة إلى خمسة عشر آلاف شخص لا يقدروا يهتموا بالمرضى اللي راح يكونوا بهذه الأسرة وحتى سنة واحدة منا كافية يعني هناك طبعا هناك تقصير من السلطات السياسية ولكن تفشي الوباء وبالسرعة اللي عم يتفشي فيه هلأ مع السلالات المتحورة ليس بالسهل استيعابه بس هل يمكن للقطاعات الإنتاجية الاقتصادية السياحية في بلد مثلا مثل فرنسا تحمل موجات من الإغلاق التي ستطول أكثر فأكثر دكتور لا لا أكيد أكيد لا أكيد هناك أزمة اقتصادية جدية وعدد كبير من الشركات تخفي الأبواب العاطلين عن العمل عم يزدادوا يوما بعد يوم لحديث اليوم بعد الدولة الفرنسية قادرت عود عن هذا النقص ولكن ما رح يقدروا ينكفه في وقت أطلق دكتور أنتوان شديد شكرا جزيلا لك كنت معنا من باريس على هذه المشاركة قال البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أكد أن على الأمريكيين أن لا ينسوا المذابح التي ارتكبت بحق الأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية وذلك في إشارة إلى اقتراب الإدارة الأمريكية من الاعتراف بالمذابح التي راح ضحيتها مليون ونصف المليون أرمني مريم خليان هي مديرة علاقات الكونغرس في الجمعية الأرمنية في أمريكا وهي تعمل منذ سنوات على إقناع المشرعين على الإقرار بمذابح الأرمن لا تكل ولا تمل في سعيها الدائم وها هي ترى أن هذا الاستحقاق التاريخي بات على باب قوسين من التحقيق مصادر أشارت إلى أن إدارة الرئيس بايدن قد تكون الأولى التي تعترف بالإبادة الجماعية للأرمن على يد العثمانيين والتي أدت إلى مقتل ما يقرب من مليون ونصف مليون أرمني أبان الحرب العالمية الأولى أجدادي نجوا من المدبحة جدي وجدتي من ناحية أمي ومن ناحية أبي نجوا من المدبحة وهربوا إلى أماكن مختلفة في العالم لذا أنا أتحدث اليوم كأرمانية أمريكية أشعر بفخر كبير بهذا الإقرار البيت الأبيض قال للعربية أن الرئيس بايدن أكد سابقاً بأنه لا يمكن الصمت أو النسيان حيال المجازر المؤلمة والإدارة ملتزمة باحترام حقوق الإنسان ومنع تكرار مثل تلك المذابح وإذا أقرت الإدارة بالفعل فإن تابعات الإقرار ستكون وخيمة على تركيا التي حاولت مراراً وتكراراً صدأي محاولة لهذا الإقرار تداعيات هذا الإقرار سيكون الأخطر على العلاقة الثنائية منذ غزو قبرص وكما رأينا في السابق عند اعتراف فرنسا فإن الانتقاد التركي سيكون عنيفاً وقد توقف التنصيق المشترك في سوريا وليبيا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مرجس الشيوخ السينتر بوب منندس إلى جانب 37 سينتر طالب الرئيس بايدن الإقرار بالمذابح التي استمرت من عام 1915 إلى 1923 متهماً الإدارات السابقة بالصمت والتوقعات أن يأتي هذا الإقرار في الرابع والعشرين من إبريل حيث يحيي الأرمن ذكرى المذبح عبر العالم والمراقبون يرون بأن هذا سيؤدي إلى أزمة حقيقية بين أنقرة وواشنطن وربما إعادة حسابات لهذه العلاقة المتوترة ناديا البلبيسة العربية واشنطن أشهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بموقع تويتر معتبراً أنه قدم له معروفاً على الرغم من حضر المنصة لحسابه نهائياً ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر